ونستعرض الآن أغلاق أسواق المال الإماراتية وكما نشاهد فإن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق على ارتفاع أربعة أكثر من أربعة أعشار في المائة عند 9607 نقاط أما بالنسبة لأحجام واقية من تداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 151 مليون سهم بقيمة مليار درهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي كانت أسهم شركة مجموعة سودة للاتصالات وشركة حيال التأمين مرتفع بدرهم و28 فلس والجرفات البحرية الوطنية وبرجيل القابضة مرتفع بثلاثة دراهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق أبوظبي أسهم العالمية القابضة الفاضة بالقابضة مجموعة مالتوبلاي وبنك أبوظبي الأول بأكثر من 69 مليون درهم أما بالنسبة لسوق دبي فقد أيضا في سوق دبي أغلق على ارتفاع بنسبة 16% عند 3984 نقطة أما بالنسبة لأحجام واقية من التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول 113 مليون سهم بقيمة تجاوز 328 مليون درهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي أسهم شركة الإمارات المرطبات الاتحاد العقارية وبنك دبي التجاري مرتفع بأربعة دراهم و79 فلس وبنك المشرق أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة هي أسهم إعمار العقارية الإمارات دبي الوطني مصرف عجمان وبنك دبي الإسلامي مرتفع بأكثر من 30 مليون درهم